مرحبا بكم أعزائنا الطلبة أنا أستاذتكم في اللغة الإنجليزية في هذا الفيديو إن شاء الله رح نتعرفوا على برنامج سنة الرابعة متوسط برنامج اللغة الإنجليزية رح نشوفوا سيكونس نمبر 1 سيكونس نمبر 2 and سيكونس نمبر 3 شاهدوا هذا الفيديو حتى التالي في السيكونس نمبر 1 في الفصل الأول مي يونيفرسل لاندماركس and outstanding figures in history, literature and arts معنتها سيكونس نمبر 1 لأنه انتعه يقولك أنا مي الونيفرسل لاندماركس اللي هي المعالم الرئيسية العالمية and outstanding figures figures اللي هم الشخصيات المهمة outstanding معنتها مهمة figures in history في التاريخ literature هو الأدب literature هو الأدب and arts arts هو الفن ثم العنوان تعلق الفصل الأول قالك أنا المعالم الرئيسية العالمية والشخصيات المهمة في التاريخ الأدب والفن باكزون في الفصل الأول ستقرأه على لاتوغيفال على تجمحل اللي جاي في الهند ستقرأه على مقام الشهيد ستقرأه على هذه المعالم الرئيسية اللي تمييز كل بلد ستقرأه تاني على الشخصيات المهمة كما المجاهدين تتوعنا كما الأمير عبد القادر كما حسيبة بن بوهلي وشخصيات المهمة في التاريخ الأدب والفن مثلا اليوناردو ديفينشي في الأدب مثلا المفدي زكارية اتسيطا وبالنسبة للدروسة تعال يعني الدروسة تعال النطق للفصل الأول ستقرأه زو السوالح الدفتانكس والكونسننت كلستر دنك دفتانكس شملة دفتانكس هما تو فاوز هما تجميع على تو فاوز جاي نشغل في رحبة ما يقسمهمش كونسننت ولا دنك كما شه كما أي كما أي بأعجزم كما أي هادي نقولها دفتانكس دنك تو فاوز فرحبة نقولهم دفتانكس هما كينشعل من الدفتانكس دنك هدا غير one example السكند وان اللي غدا تقرأ عليها في البرونانسيشن هي كونسننت كلستر كونسننت كلستر هو تجمع للي كونسننت تعال لانجلي بأعجزم عنا بي أل F-L and S-P-R دنك for example B-L we have like example black F-L we have like flower and S-P-R we have spring دنك هادو نقولهم consonant cluster تجمع تعال consonant يكونوا two consonant or more together in one word مع انتها زوج تعالي كونسننت ولا أكتر زوج ولا تلاتة في كلمة واحدة ما يقسمهمش روائل دنك هادو بالنسبة للدروس تعال pronunciation the second point في السيكونس number one is grammar دنك الدروس تعال القواعد عندكم number one comparatives of equality and inferiority قل لك وجوه المقارنة تعال equality من يكونوا عنا جسوالح كيف كيف the same and inferiority inferiority معاندها not the same جسوالح مش شي كيف كيف باكزامل باكزامل كما من يقولو زوج two friends عندهم نفس الطول دونك بقولوا مثلا أحمد is as tall as ريدا باكزامل لا تكون normal يقول لك حولها وحطها في نتقلبو الابجكتي واللي subject واللي object ونصرفو الفعل في التنس تعتوبي هذي غننديرو لها فيديو ونشرحو الدرس وحده دونك الدرس الثالث عندكم في الgrammar base and strong adjective base adjectives معاندها adjectives اللي هما normal adjectives adjectives العاديين كما باكزامل happy وعندنا strong adjectives اللي هما extreme adjectives كي نبغو نعبرو على adjectives ونبغو نبالغو في الوصف تحاديك adjectives دونك نستعملو strong adjectives for example happy قلنا هي base adjectives كن نبغو نديرو strong adjectives تحنقلو thrilled معاندها extremely happy lesson number four هما هو discourse markers ولا نقول لهم time markers هادو هادو الكلمات استعملوهم من نبغو نستفو الجمل ولا نستفو text نوما الموقع نعرفوهم for example عنا first next then ولا second finally هادو كل نستعملو بهم paragraph نقول لهم time markers ولا discourse markers the last lesson عنا cause and effect السبب والنتيجة السبب كنا بغو نعبر عليه نقولو because for example I can't go to school because I am sick من قدرش نروح نقراف اللي يقول because بسبب راني مريد effect سنعبر عليها as a result منقولو كنتيجة ولا نقولو therefore therefore معاندها ايدن ديكلا عبتسرات as a result for example ندو نفس الميتال I was or I am sick I am sick therefore I can't go to school the last point في السيكونس number one هي writing دونك عندكم زوجة الwriting the first one is write about a landmark and about a figure يعدوكم activities يقولكم كتبونا paragraph على الlandmark اللي هي يقولنا معلم رئيسي ولا about a figure ولا شخصية مهمة في التاريخ هذين تاني ان شاء الله غادين نديرو فيديو ونديرو فقرة في رحبا على landmark or figure the second one هي يعطيكم هذه يعطيكم writing an email to a friend دونك تكتبو رسالة email للصديق تاكم وكون عند هال شكل تا الرسالة بعزهم عنا لدات وتكتبو dear friend وهدي تاني ان شاء الله غادين نديرو فيديو نشرح وقع على الخطوات كيف هنكتبو a suitable or good email email يعني مناسب بتبدو به نقطة جيدة وهنا نكون وصلنا لنهاية sequence number one تعرفنا على واش تهضر على الدروس على pronunciation ودروس على القواعد ودروس على writing ان شاء الله تكونوا فهمتوا معايا وديتوا نضرا ولا ايدي على البروغرام بتاعكم وان شاء الله في فيديوهات القادمة غادين نكملوا sequence number two sequence number three دونك إلا عجبكم هذا الفيديو ما تساوش تديروا لي قابلوني وجيم بها تدعموني ولا بغيتوني نشرح دروس معينة اكسبوا لي في comment اشتركوا في القناة